غربتكم من غربتنا عنوان احتفالية قامت بها الجالية الفلسطينية في الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا في إربد المدينة الأردنية الوادعة حيث كانت دعوة على فطور جماعي للطلبة الفلسطينيين في الجامعة وبجهود طلابية فردية خالصة ممزوجة بإخلاص لا يوصف الفطور تم بحضور الفنانة الفلسطينية الملتزمة ميس شلش بأغانيها الوطنية الواحد بحن لأمة وبحن لأهلة وبحن لأيوم في يوم زي هذا مناسبة زي هاي في يوم رمضاني يكون مع أهله وبين أهليه وإحنا عملنا هذا اليوم عشان نحسس للطلاب إننا إحنا أهل بعض وإننا إحنا أهليهم هذا إشي حلو ومرتب أنه جمع طول الطلاب الفلسطينيين في الغربة تحت مكان واحد الفطور يحس حالهم أنه عند أهلهم في بلدتهم فلسطين هاي الحطات الوطنية كلياتها أني أشوف الأبيض والأسود يعني زمان زمان ما شفته يعني كنت حبي أشوفه يعني أشوف هاي الانفعال أشوف هاي الناس أنه كتير حبيت للإشي لحظة الغروب يفطرها الفلسطينيون هنا في الخارج إشراق تفجر تبدد يأس الأيام التي بعدت ما بين الجسد والروح هنا يعيدون الحياة لرائحة طعام أمهاتهم في البلاد ويتشاركون نفس الطبق كما اشتركوا في الحلم والنجاح والتألق بنحاول نقدم أحلى صورة عن فلسطين وعن وضعنا اللي تحت رغم كل الوضع اللي إحنا بي إلا أنه في عنا ثقافي في عنا تعليم في عنا كل شي بنقدر يعني نتغلب على هاي الصور فلسطينيين موجودين سواء كانوا بفلسطين ولا هون إلنا صوتنا وإلنا كلمتنا وإن شاء الله راجعين سواء هاي الشغلة بنؤديها أو بنوجهها للعالم بعلمنا أو حتى بكلمة ولحن وأغنية أو أنشهود خليط طلابي فلسطيني ولا أرقى طلاب الضفة وغزة والثمانية وأربعين جسدوا فلسطينهم على طريقتهم وكانت لمة خير تعاهدوا على حب فلسطين وتحريرها ورفع رأسها عاليا بأبنائها البررة كفلسطينيين هدفنا أن نروع بلدنا لأهلنا متعلمين متخرجين عشان نرفقين بلدنا ونحرر بلدنا إن شاء الله من الظلم والقهر والعدوان اللي عايشين إحنا فيه بس هناك الصورة طيبة عن الفلسطينيين سواء كانت في الأردن أو في أي دولة عربية شقيقة أو أي دولة أجنبية لسا معناها الانتماء وقضيتنا لسا موجودة جوانا حتى وأنه صارت الظروف أنه إحنا في بلدان أخرى لكن هذا ما بينسينا فلسطين ومن خلال هذه الحفلات وتفاعل الشباب والصبايا بتحسي وحفظهم للأغاني كمان وترديدها إن فلسطين مازالت موجود ورح تضل موجودة إن شاء الله أكيد ها هم يتقاسمون لحظات الفرح كما كتب علينا كفلسطينيين أن نتقاسم طعم المرارة إنما اليوم لا مكان إلا لحلاوة تجربة العيش والملح هذا حال أبنائنا وبناتنا الفلسطينيين في الخارج يؤكدون على الدوام بأنهم خير سفراء لفلسطين عين ما حلوا وعين ما ارتحلوا سنعم فلح تلفزيون فلسطين اربد